ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا مباشرة من بغداد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عزيز جبر شيال دكتور عزيز أهلا بك إلى نشرتنا نبدأ من الموضوع الأخير إلى أي مدى تعتقد أن مطالبة حزب الدعوة بإبعاد السفير السعودي من بغداد تشكل عامل ضغط حقيقي على الحكومة على رئيس مجلس الوزراء أهلا أستاذ محمد حياك الله وتحياتي لك ولمشاهدي قناة الحرة بالحقيقة أي حزب سياسي بإمكان أن يطرح المواقف التي يراها تلائم أو لا تلائم مواقفه السياسية والأيدلوجية ولذلك نجد أن مطالبة حزب الدعوة بطرد السفير السعودي ممكن أن نفسرها من وجهة نظر العلوم السياسية بهذا الاتجاه ولكن في وضع كوضع العراق الأمر يختلف إذا أن هناك تداخل كبير بين ما هو حزبي صرف وبين ما هو سياسي ولذلك أعتقد هذا الموضوع مثل ما تفضلت في سؤالك الكريم سيشكل ضغط كبير على السيد العبادي في مرحلة أعتقد يوم أمس كان قد أوضح في مؤتمر الصحفي أنه ساعي إلى تليين المواقف وكذلك ينتظر من السعودية مواقف أفضل لكي تتطور العلاقات بين البلدين هذا الموقف أعتقد سيكون عامل ضغط على السيد العبادي بدلا من أن يكون عامل لتسهيل استجابة السيد رئيس الوزراء إلى ما تطرحه المملكة بخصوص العلاقات مع العراق نعم طيب دكتور عزيز الجدل السياسي الذي ربما تتابعه عن قرب بين رئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الحكومة هل يتطور إلى جدل مضر يعني يؤخر مجلس النواب تقديم بعض المشاريع الحكومة تتعاطى بشكل متعثر وما إلى ذلك وكنا شاهدنا تجارب من هذا القبيل في فترات سابقة سيد العزيز هناك ثلاثة قضايا رئيسية يبدو أنها قد غابت عن السلطات في العراق سواء كانت التنفيذية أو التشريعية هذه القضايا الثلاثية وهم يتعاطون بها ويقولون ويصرحون عنها أولا هو القضاء على داعش وثانيا تحقيق الاستقرار وثالثا إصلاح الوضع الاقتصادي لكن نجد أن هذا الأمر الذي يتطلب وجود تعاون بين السلطات وخاصة السلطتين التشريعية والتنفيذية لكي تمرر القوانين اللازمة لإجراء عملية الإصلاح وكذلك لمعالجة الأوضاع الناجمة عن التصدي لداعش ومعالجة الأوضاع الاجتماعية التي ستنجم بعد القضاء على داعش إن شاء الله هذا الموضوع الخلاف الذي حصل بين السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس مجلس النواب مرده إلى أن كل الطرفين يحاولان أن يحصل ما يمكن الحصول عليه من نتائج انتخابية في انتخابات مجالس المحافظات ولذلك تجد أن المناكفة قد تصاعدت مؤخرا الأمر الثاني هو تمسك السيد رئيس الوزراء بالسيد وزير الدفاع وتمسك السيد رئيس مجلس النواب بإقالة وزير الدفاع هذا الموقفان متقاطعان السيد رئيس الوزراء يبرر الموضوع بضرورة تأجيلة أو التغاضي عنها لحين الانتهاء من داعش وهو له الحق في ذلك أما رئيس مجلس النواب فيقول أنه ممكن أن تسير دفة الدولة وممكن أن تسير سفينتها بدون وجود وزير أو حتى بوجود وزير بالوكالة خاصة ونحن نعيش مرحلة الوكالات التي لم تحسم إلا قبل يومين نعم طيب هناك من يرى بأن قول أو استغراب رئيس مجلس الوزراء وإعلان هذا الاستغراب من تبرية رئيس مجلس النواب بهذه السرعة بأنه سهم إلى من وجه إلى القضاء أم إلى رئاسة مجلس النواب أعتقد أن السهم هذا وجه إلى طرفين بآن معا إذ أن مجلس القضاء الأعلى يبدو أن السيد العبادي اليوم قد وقع في مشكلة مع هذا المجلس خصوصا مع تنامي قضايا الفساد وكذلك متابعة هذه القضايا وما تسمى بالحيتان الكبيرة التي لا بد من أن يلقى القبض عليها أو تحاسب أو تقدم للمحاكمة في أقل تقدير كذلك أيضا موضوع الاتهام إلى رئيس مجلس النواب يبدو أن السيد العبادي لديه قناعة كاملة بأن التهم التي وجهها السيد وزير الدفاع إلى السيد رئيس مجلس النواب فيها جانب كبير من الصحة ولذلك ما كان ممكن أن يستغرب هذا الاستغراب على الملأ وفي مؤتمر صحفي شهده الجميع طيب بخصوص تحفظ كتلة الأحرار على تمرير اسم قاسم الأعراجي كمرشح لكتلة بدر كوزير الداخلية ماذا يعني هذا التحفظ؟ هل ما زالت العلاقة بين الأحرار وبدر غير طبيعية ليست على ما يرام؟ أم أن فعلا الأحرار تريد مرشحين مستقلين مهنيين لمناصب سيادية من هذا القبيل؟ إذا كان الأمر كما في نهاية السؤال هو القصد من عند الحصول على تكنقراط ومهنيين أنا لا أشكك في الوزراء الخمسة الذين تم انتخابهم أعرف ثلاثة من عدهمهم على مستوى عالي من الكفاءة ولكن لم يأتي هؤلاء ولم ترشح اسماهم إلا بعد توافق الكتل عليهم ولذلك كتلة الأحرار من حقها هي أن تتحفظ ومن حق كتلة بدر أن تتمسك لكن أن تعامل القضية بمكيالين مختلفين هو أن تؤكد بدر وتصر على ضرورة قبول مرشحة دون النظر إلى مرشحين الآخرين هذه فيها مشكلة ولعل مشكلة وزير التجارة هي إحدى القضايا التي تثار هنا إذ أننا نعلم أن وزارة التجارة هي من حصة الوطنية العراقية لسيد دكتور آياد علاوي لم يجري التفاوض بشأن هذا الموضوع ولم يجري حسمه كذلك أيضا العلاقة المتشنجة بين بدر وبين الأحرار أعتقد لا زالت لحد الآن قائمة ولم يجري حل حلة الموقف بين الطرفين لا زال كل منهما متمسكا بموقفه وهذا يؤكد لنا على أن القوى السياسية تسير وفق قاعدة كما يقول العراقيين مشيلي ومشيلك نعم إذا من بغداد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عزيز جبر شيال شكرا جزيلا لك